السلام عليكم أجهزة الألعاب المنزلية لا شك أنها أكثر الأجهزة تشغيلاً في البيوت وطبعاً تستهلك كهرباء وصار تولد حرارة داخلية في الجهاز وهذا غير صوت المروحة المزعج اللي أكيد الكثير منكم جربه وعشان كذا تحتاج نوع من التبريد فيها وفي هذا الفيديو رح نمريكم تطور عملية التبريد في أجهزة الألعاب في مختلف الأجيال ونشرح لكم كل شيء عنها لكن قبل ما نبدأ لا تنسون اضعوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس معاكم هذه الشيحة وخلونا نبدأ رحلتنا في البداية نتكلم من أجهزة الثمانينات وبداية التسعينات مثل أجهزة النيتندو وسيغا بمختلف أنواعها وهذه الأجهزة كلها تستخدم تقنية الهيت سينك في عملية تبريد للجهاز الألعاب وهي عبارة عن ألواح حديدية تصف بشكل عمودي على المعالج في الجهاز وأيضاً بعض القطع الأخرى مثل شريحة الشاشة والذاكرة وفكرتها أنها تأخذ الحرارة من القطع أثنان تشغيلها وتمتصها عبر الشراحة الحديدية وتحاولها إلى هوا حار وليندفع لخارج الجهاز عبر فتحات التهوية المخصصة لها وطبعاً كانت ممتازة ومناسبة جداً لسبب بسيط هو أن استهلاك الطاقة في الأجهزة الألعاب القديمة كان قليل جداً حتى ما يوصل 20 واط ولبلاي ستيشن كان أول جهاز ألعاب ارتفعت حرارته أكثر من باقي الأجهزة الألعاب السابقة واستخدم نظام التهوية لكن بصورة أكبر بحيث كان في سطح حديدي يغطي محتويات الجهاز الداخلية ويعزلهم عن بعض ويساعد في خفض الحرارة وتوزيع الهوا فيه وللمعلومية استهلاك البلاي ستيشن الأول للطاقة كان فقط 10 واط عشان كذا ما كان ينتج مننا حرارة كبيرة مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبي في ذاك الوقت أما بالنسبة لجهاز النيتاندو 64 فالموضوع يختلف شوي والسبب لأنه يعتبر أكثر جهاز كونسوليس هلاك للطاقة في وقتها 19 واط وكان أسلوب التغوية مبتكر جداً بحيث دمج بين نظام الشرائح اللي كان في الأجزة القديمة والسطح المعدني اللي كان في البلاي ستيشن الأول فكان فيه سطح معدني كبير يغطي اللوحة الأم والمحتويات الثانية ولما تشيلها يبين لك المعالج والذاكرة وبطاقة الرسوم وكل واحدة فوقها قطع حديدية مكعبة فيها شرائح وكانت هذه أفضل طريقة تبريد وقتها ومع الانتقال لأجزة الجيل الجديد اللي بعده وبداية من الجهاز السيقة دريم كاست صارت الرسوم أفضل وكل شيء أعلى جودة وبالتالي صار يستهلك طاقة أكبر من الجيل اللي قبلها واللي هو 27 واط والميزة الأكبر أن أول جهاز ألعاب يكون فيه مروحة داخلية ووظيفتها تخرج الهواء الساخر من الداخل إلى الخارج وتم استخدم ألواح حديدية كبيرة مثل كانت تستخدم في جهاز نتندو سكسي فور لكن الفرق إنما فيه هيت سينك مصغر على القطع الموجودة أما في البلاي سيشن 2 فالموضوع يختلف لأن سوني وضعت مروحة كبيرة جدا في الجهاز ودمجت الشراح المعدنية في السطح المعدني وهذا كون هيت سينك كبير جدا واكتفه بوضع مخدات خافضة للحرارة على قطع الجهاز الباكية معنى السلاك الطاقة فيه كان مشابه لدريم كاست يعني 27 واط ونتندو قررت أن تخلي الجهاز شكلها صغير جدا وملموم على بعضها وعشان كذا خلت شكل الجهاز مكعب وابتكرت طريقة فعالة في عملية التبريد فيه وهي أن يكون فيه مروحة بارزة على جانب الجهاز وتكون موجهة على الصفيحة المعدنية وعليها شرائح وفقية وعن طريقة يمره تيار الهواء عن طريق الشرائح ويوصل إلى فتح التهوية من الجهة المقابلة وبهذه الطريقة تضمن أن يكون فيه تبريد وتغيير الهواء الحار اللي في الجهاز طوال الوقت خصوصا أن الشكل المكعب يخلل الحرارة تتجمع بشكل مكثف وهذه الطريقة في التبريد تساعد كثير وبعدها جاء أول جهاز لمايكروسوفت هو الأكس بوكس الأصلي وفعليا كان عبارة عن بي سي مصغر والماذر بورد فيه مكشوف والمعالجات الأساسية فيها عليها عليها علب هيت سينك مصغر وعشان كده فيه مروحة كبيرة تهوي الجهاز وتدفع الهواء عبر شرائح الهيت سينك باختصار كان أقرب شكله للبي سي من ناحية التبريد وبعدها بدأنا جيل جديد بجهاز الأكس بوكس 360 وطبعا الجهاز أقوى بكثير في جميع النواحي من الأجيال السابقة واستهلاك الطاقة صار أكثر بحيث صار يستهلك 164 واط وعشان كده مايكروسوفت وضعت طريقة جديدة وفريدة من نوعها وهي أنه منستخدم مروحتين تبريد في الجهاز وقطع بلاستيكية مثل لفق مصغر يوجه المروحتين إلى المعالجات الأساسية في الجهاز مباشرة وبالتالي تكون عملية التبريد أفضل بكثير معنى الطريقة هذه كانت فعالة إلا أن مايكروسوفت أخطأت في تصميم الأكس كلامب وهي قطع حديدية على شكل أكس تثبت فوق المعالج وتربط مع لوحة الأم لأن مع ازدهاد الحرارة الصمغ المثبت عليها يذوب ويتحرك المعالج وعشان كده صارت فيه مشكلة الريد رينج أوف ديث اللي الكثير عانى منها وحتى بلاي سيشن 3 يعتبر جهاز قوي جدا لكن استلاكها للطاقة أقل كان من الأكس بوكس 360 بحيث كان يستهلك 139 واط لكن هذا ما منع سوني أنها تبتكت طريقة جديدة في التبريد وهي عبر وضع مروحة أملاقة تحت القطع والعدسة ومتصل فيها المعالجات الأساسية المباشرة يعني التبريد يكون مباشرة من المروحة إلى المعالجات وحتى اللوحة الأم وعشان كده مشاكل بلاي سيشن 3 كانت قليلة مقارطة بمشاكل الأكس بوكس 360 من ناحية الحرارة وبعد انتقلنا للجيل الجديد وبدايتم بجهاز الأكس بوكس 1 وعكس جهاز الأكس بوكس 360 كان حجمه كبير جدا والسبب يعود أن مروحته كانت عملاقة تقريبا نفس حجم قارئة الأقراس اللي فيه وأيضا مروحة هذه المرة تكون أعلى لوحة الأم وبالتحديد متمركزة فوق المعالج نفسه والمميز فيها أنه في قطع حديدية منتصلة فيها الهيت سينك ووظيفتها توزع الهواء بس فيها أيضا أنبيب نحاسية منتصلة فيها تشبه اللي تكون في المكيفات في تبريد عن طريق الفريون بس طبعا ما فيه فريون هنا وفكرتها الأنابيب أنها تبريد بسرعة وتساعد على التبريد في الجهاز وفي جهاز الأكس بوكس 1 اس نفس الفكرة تماما أما في جهاز بلاي ستيشن 4 أيضا سوني سويت نفسه اللي سويته مايكروسات في مروحة بأنه أضاف لها قطع حديدية الهيت سينك ومتصل فيها أيضا أنبيب نحاسية بس الفرق هنا أن المروحة مدمج فيها بلاستيك الغطاء السفلي نفسه أما الهيت سينك فمدمج فيه صفيحة مادنية تغطي اللوحة الأوم وفكرتها أنها تبرد على الغطاء كلها أما في بلاي ستيشن 4 برو نفس خاصية التبريد الموجودة في العادي بس الفرق أن الهيت سينك كان أصغر حجما بكثير وهذا سبب صوت الانزعاج من صوت المروحة في جهاز بلاستيك 4 اللي الكثير منكم عانى منه والسبب أنه يكون فيه غبار عالق في الفيت سينك وننتخل الآن لجهاز الأكس بوكس وان اكس وهنا مايكروسوفت تفوقت على نفسها في عملية تبريد لأنها بتكرت طريقة تعتبر الأولى في أجزة الكونسول وهي استخدام التبريد عن طريق التجويف البخاري ورح أشرح لكم كيف طريقته في البداية استخدام مايكروسوفت مروحة أصغر بكثير من الأكس بوكس الأول ووضعت قطع بلاستيكية تجمع الهواء عبر نفط يوجه اللوحة الأم والمعالجات أما المعالج الأساسي فكان كبير جدا وعشان كذا مايكروسوفت تفتكرت طريقة جديدة في التبريد باستخدام الفجوة البخاري وهي عبارة عن هيت سينك عملاق متصر عليه صفيحة من النحاس الخالص ومجوفة وداخلها سائل يتبخر ويمتصر حرارة وبعدين يصير سائل وبعدها يتبخر ويمتصر حرارة ويرجع سير سائل وهكذا تتم عملية التبريد في الجهاز الأكس بوكس وان اكس وننتقل الآن للجيل الجديد أو الحالي وبدأت مع جهاز الأكس بوكس سيريس اس والأكس خلونا نبدأ في الأكس بوكس سيريس اس أول شيء اللاحظة أن مايكروسوفت رجحت ناس الفكرة اللي سوتها في الأكس بوكس الأول بحيث خلت المروحة عملاقة جدا فعليا ما أخذ نصف الجهاز وتحت المروحة فيه أيضا هيتسينك عملاق عليه أنابي بن حاسية وواضح أن مايكروسوفت ما وضعت هذه التقنية التبريد عن طريق الفجوة البخارية وهذه المرة اكتفت بالطريقة الاعتدادية في التبريد والآن ننتقل لجهاز الأكس بوكس سيريس اس هنا مايكروسوفت أيضا تفوقت على نفسها وابتكرت طريقة جديدة في التبريد بدمج كل الطرق اللي استخدمتها قبل الطريقة هي التبريد العمودي فكرة بكل بساطة أن تمر الهواء من تحت إلى فوق ويمر على جميع القطع الموجودة فيه والسبب أن المروحة فيها عملاقة جدا وموجودة في أعلى الجهاز ومع ذلك تعتبر هادئة جدا أما بالنسبة لعملية التبريد فبتكون بفضل قطعتين القطع الأولى عبارة عن صفيحة حددية ثقيلة وعملاقة وهي اللي تخلي وزن الجهاز ثقيل ووظيفتها أنها تبرد على الشرائح والقطع الموجودة في اللوحة لهم أما القطع الثانية فهي عبارة عن هيت سينك عملاق جدا ويستخدم تقنية التبريد عن طريق الفجوة البخاري اللي كان يستخدم في جهاز الأكس بوكس وان اكس والنتيجة تكون تبريد ممتاز وفعال وهادئ حتى مع تشغيل الألعاب اللي تكون رسومها قوية جدا وأخيرا وصلنا لجهاز بلاي ستيشن فايف سوني هنا أيضا ابتكرت طريقة جديدة في عملية التبريد مقارنة بالأجهزة السابقة فبينما مايكروسوف جمعت أفكارها وطورتها في جهاز سيريوس اكس سوني قرأت أن تغير المعادلة كاملة بحيث أول شيء وضعه هي من روح عملاقة فيها شفرات كثيرة جدا وفكرتها أنه راح تدور من غير إصدار أي صوت والحاجة الثانية لأضافتها سوني هي Liquid Metal أو المعدن السائل وفكرتها عبارة عن معدن يصير سائل لما الشريحة تتفع حرارتها وتمتص جميع الحرارة منها وتصير صلبة وهكذا وهذا الشيء يعتبر الأول من نوعه في أجل الكونسول ومن أكبر التغييرات التي سويتها سوني أيضا هي الهيتسينك العملاق عبارة عن صفيحة نحاسية وعليها شرائح ألم منهم كثيرة وتعتبر أكبر هيتسينك وضعت في جهاز ألعاب منزلي والتقنية هنا أن الهواء الحار راح ينتقل في الجهاز كله عبر الشفرات الموجودة ويبرد الجهاز بشكل ممتاز وبفضل من روح العملاقة متعدد الشفرات أيضا وسوني تقول أنها راح يكون فيه نفس النتائج في عملية تبريد اللي تستخدم في تقنة الفجوة البخارية الخاصة بمايكروسوفت وهنا تنتهي رحلتنا وشفنا كيف عملية تبريد بدأت من تبريد من غير مروحة إلى تبريد بخوات شديدة ونتظلع كيف تكون عملية تبريد الأجهزة في المستقبل ياطيك مع فيلم تابعة ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر